ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ودمج المواطنين في سوق العمل بالإضافة لأعطاء الأفضلية للمواطن البحريني ودعمه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع المحافظة على المرونة في السوق والذي يركز أو يشكل الركيزة الأساسية لعملية التنمية المستدامة في مملكة البحرين وأن نتابع الآن سعر صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية وإلى فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع والبداية مع بورصتنا المحلية التي كانت مغلقة بمناسبة إجازة رأس السناء الهجرية أما مع البورصات الخليجية البقية فقد أثرت الحرب التجارية العالمية على أداء أغلب البورصات في تداولات اليوم نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 1.34% وأقفلت عند مستوى 7.912 نقطة بتأثير من انخفاض غالبية المؤشرات في تداولات اليوم أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت فقد أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.68% مقفلة عند مستوى 6571 نقطة حيث شهد قطاع الاتصالات ارتفاعا في نهاية التداولات سوق بوظبي للأوراق المالية أقفلت على تراجع بنسبة 0.86% وأقفلت عند مستوى 521 نقطة وسط تراجع لمؤشر قطاعي البنوك وأيضا السلاع على السلاكية أما سوق دبي المالي فقد أقفلت على تراجع طفيف بنسبة 0.01% وأقفلت عند مستوى 2758 نقطة مع هبوط قطاع الخدمات بشكل رئيسي في تداولات اليوم أخيرا مع سوق العاصمة العمانية مسقط فقد أقفلت على ارتفاع بنسبة 18 النقطة المئوية مقفلة عند مستوى 4040 نقاط مع تقدم أغلب مؤشرات البورصة العمانية صدر أمر ملكي بسعودية بإنشاء مركز وطني لذكاء الصناعي وإدارة البيانات الوطنية وجاء في الأمر الملكي السامي بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على النحو التالي وزير الداخلية ومستشار الأمن الوطني ووزير التجارة والاستثمار ووزير المالية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس الاستخبارات العامة ورئيس أمن الدولة وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا بإنشاء وزارة باسم وزارة صناعة والثروة المعدنية وتعيين بندر الخريف وزيرا لها إضافة إلى أمر بتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض أظهرت القوائم المالية لشركة النيل لحليج الأقطان عن العام الماضي أو العام المالي الماضي تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة أنها سجلت صافي ربح بلغ 7.84 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019 يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 3.7 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي مقابل 1.98 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ناقشت وزارة الكهرباء العراقية تطورات الإجراءات النهائية لعملية الربط الخليجي وأضافت الوزارة أنه تم عقد اجتماع مع عضاء الإدارة التنفيذية لهيئة الربط لمنظومة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لوضع لمسات الأخيرة قبل المضي بعملية الربط النهائي المزمع إجراؤه في الفترة المقبلة حيث تم مناقشة متطلبات الربط النهائي الفنية والمالية والقانونية التي ستسهم في تعجيل إجراءاته وبينت الوزارة أنه سيتم تزويد الشبكة الوطنية العراقية بطاقة 500 ميجا واط عند الحاجة كمرحلة أولى والتي ستعزز طاقة الكهربائية المجهزة لمناطق جنوب البلاد وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل أسهم تيسلا ترتفع خلال تداولات مدعومة بقرار صيني بشأن ضريبة المبيعات على سيارات الكهربائية أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رسوما جمركية إضافية بلغة 15% على بضايع صينية بقيمة مليارات الدولار ستدخل حيز تنفيذ وردا على أسئلة صحفين بشأن إمكانية تأجيل تلك الرسوم إلى تاريخ لاحق أجاب الرئيس إنه قد تم تثبيتها وتشمل البضائع المستهدفة مجموعة واسعة لسيما في قطاعات الأغذية والنسيج والأثاث ويخوض الطرفان منذ عام نزاعا تجاريا مع تبادل فرض رسوم جمركية على مليارات الدولارات من البضائع ويبدو أن المفاوضات بلغت طريقا مسدودا غير أن ترامب قال مجددا إن هناك محادثات جارية بين واشنطن وبكين ونبقى في أمريكا حيث نمى الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي نسبته 0.2% في الربع الثاني من العام الجاري 2019 حسب ما ذكر مكتب التحليل الاقتصاد الأمريكي وقد وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدفا للنمو الاقتصادي السنوي بنسبة 3% وفي الربع الأول من العام الجاري ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% ويأتي تباطؤ النمو في الربع الثاني وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي مما قد يشكل عقبة كبيرة أمام الرئيس الأمريكي لسيما مع سعيه لعادة انتخابه اجتمع الخبراء على أن خروج المملكة المتحدة من أوروبا بشكل فوضوي نهاية أكتوبر سيكون كارثيا للاقتصاد وسجل مؤشر تقلب الجنيه الاسترليني ارتفاعات قوية ما ينبئ بتقلبات حادة خلال الفترة القادمة فيما رفع بنك جي بي مورغين من احتمال الخروج من دون اتفاق من 25% إلى 35% ويؤكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزرائه أن تعليق البرلمان بين دورة أخرى إجراء روتيني رغم أن قرار وقف العمل لمدة خمسة أسابيع بدلا من بضعة أيام يعد غير مسبوق ارتفع سهم شركة تسلا لسيارات الكهربائية خلال آخر تدولات مدعوما بقرار صيني بشان ضريبة المبيعات على السيارات الكهربائية وارتفع سهم تسلا بنسبة 3.8% هذا وأعلن تصين يعفاء جميع سيارات تسلا المباعة في البلاد ومركبات أخرى مصنعة محليا من الضريبة بنسبة 10% ويأتي هذا القرار قبل زيارة المدير التنفيذي للشركة أليون ماسك للصين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر